عقد حاكم إقليم ودي فرة محمد دليو تنقل عقد لقاء عمل مع السلطات الإدارية من عسكرية ومدنية وتقليدية تفاصيل الخبر مع أحمد حامد عبد المجيد شهدت مدينة بلت لقاء جماهيريا ترأسه حاكم إقليم ودي فرة محمد دليو تنقل ضم مختلف الطبقات الإدارية والاجتماعية في خطابه قدم حاكم الإقليم تهانيه بمناسبة حلول العمل جديد لجميع سكان إقليم ودي فرة متمنيا لهم الأمن والسلام والصحة والوئام ومن ثم تطرق لعدة مواضيع منها أمن السكان وممتلكاتهم والحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بالإضافة إلى القرارات المتمثلة في منع التنقيب عن الذهب في المناطق الشمالية للبلاد إلى جانب قضية انتشار تناول المخدرات في الأوساط الشبابية موضحا خلال حديثه أنه من الضروري تطبيق واحترام جميع قوانين الدولة لأن لا أحد يعلو فوق القانون موجها بعض التوصيات إلى أولياء الأمور المتمثلة في عدم التخلي عن مسؤولياتهم اتجاه أبنائهم كما طلب من الجميع ضرورة العمل سويا من أجل دفع عجلة التنمية بالإقليم